والآن نعمد إلى الأسس والعمد التي تقوم عليها العولمة إن العولمة تعتمد أساساً على إزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة والثقافة العالمية كما أنها تعتمد على العمل على دمج اقتصاديات العالم في اقتصاد واحد خاضع لنظام البلدان الصناعية المتقدمة ومجموعة البلدان السبع الأوروبية وبالتالي القضاء على أي نظام اقتصادي آخر سواء أكان هو النظام الإسلامي أو النظام الاشتراكي كما أن من أسسها حرية انتقال السلع والبضائع وتحويل أسواق الوطنية إلى أسواق مستهلكة لبضائع الدول الصناعية الكبرى وامتجاتها وفتح الحدود القطرية أمام انتقال المواد الخام دون قيود أو حدود كما أن من أسسها التي تعتمد عليها تعميم الخصخصة وتوسيعها على جميع القطاعات الصناعية والزراعية والنقل والمواصلات كذلك منح المزيد من المرونة والصلاحيات لتوسيع فعاليات الوكالات الدولية والجمعيات الأهلية والآن ما العلاقة بين العولمة والليبرالية؟ إن العولمة ليست شيئا جديدا وإنما هي مفهوم قديم يرادف الليبرالية إمعانا في الخداع والتمويه والخلط بين هذه وتلك على عقول الناس فالعولمة في جوهرها هي الليبرالية الغربية التي تقوم على الحرية المطلقة في كل شيء ومعلوم أنه مع إطلاق الحريات في المجتمع الغربي انحسر دور الدولة على المستوى الداخلي وبرز السوق والعرض والطلب فهذا النظام الذي ارتضته الدول الغربية لنفسها من منطلقات ثقافته الخاصة بها تريد أن تفرضه على العالم كله وفي الوقت الذي أعدت الدول الأوروبية نفسها تماما لدخول هذه المعركة فأسست الشركات العملاقة العابرة للقارات والبنوك الضخمة والإنتاج الزراعي والصناعي الوفير الجيد في هذا الوقت نجد أن ظروف الدول الإفريقية والآسيوية لا تسمح لها بدخول هذه المعركة مما يجعل الصراع بين طرفين غير متكافئين إنه أشبه بالصراع بين الأفيال والنمل إذن فالعولمة في حقيقتها مجرد شكل معاصر للرأسمالية القديمة والليبرالية الغربية ولذلك عرفها موريس برطران بأنها نيوليبرالية أو الليبرالية الجديدة شكرا